بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة طريق التشكيل جدول الفروق المقسومة لنعرف أولا ماذا يعني بالفروق المقسومة لتعريف الفروق المقسومة للدالة التجربية المعطاة ويساوي للـ FX وذلك من أجل العقد حيث أن العقد تقع داخل الفترة AB وأن هذه العقد مختلفة مسنى مسنى عندئذ يمكن أن أشكل المقادير التالية فيمكن أن أشرحها بسهولة هنا إذا كان عندي X وعندي هنا الـ FX فإذا كانت النقاط مثلا X0, X1, X2, X3 الآن وهنا عندي قيمة الدالة اللي هي FX0, FX1, FX2, FX3 إذن بهذا الشكل فالفرق هذا ما هو إلا من الجد ببساطة FX1-FX0 تأسيم X1-X0 فأحصل على العلاقة التي أسميها FX0-X1 وأفصل بيناتهم بفاصلة منقوطة حتى يفهم أنه هذا عدد لو حطيت فاصلة فيفهم هذه دالة ومتحولين هذا ليس دالة المتحولين وإنما هو عدد ولذلك نستخدم فاصلة منقوطة إذن أيضا الفرق الثاني ممكن أحسب FX2-FX1 تأسيم X2-X1 وأسميه طبعا هو فيه فقط X1-X2 إذن بسميه X1-X2 وبيناتهم فاصلة منقوطة FX3-FX2 على X3-X2 فأسميه X3-X2 فاصلة منقوطة X3 هذه العلاقات اللي شرحناها طبعا هون شرحتها من أجل ثلاثة أيضا أتابع بنفس الشكل FX1-FX1 على X1-X1-X1 التي أسميها FX1-X1 هذه أسميها بالفروق المقسومة من المرتبة أو الدرجة الأولى الفروق المقسومة من الدرجة الأولى لحساب الفروق المقسومة من الدرجة الثانية تحسب بالعلاقات التالية هذه نائسات إذن ما هي إلا ممكن أشرحها بالشكل التالي FX1-X2 نائس FX0-X1 حتى ما أقلت عايش لا قسم بأقول على القريب مع القريب يعني على X2-X0 هنا هذا نائسات مثلا وهذا فيه X0-X2 زي ما أسميه FX0-X1-X2 وأفصل بينها تنفاصل من قوطة أيضا عندي هنا FX2-X2 FX2-X3 نائس FX1-X2 هذه على إجداء قسمه حتى ما أقلت بأقول على القريب نائس القريب يعني على X3-X1 وهذا بأسميه فيه X1-X2 إذا ما أعناه FX1-X2-X3 إذا ما أعناه هذا نائسات تقسيم X2-X0 هذا نائسات تقسيم X3-X1 فأحصل على الفرق من المرتبة من الدرجة الثانية وأسميه FX0-X1-X2 هنا هنا بأسميه FX1-X2-X3 الآن الفرق من المرتبة الثالثة أو من الدرجة الثالثة ما هو إلا هذا نائسات اللي هي FX1-X2-X3 نائس طبعا فاصلة من قوطة FX0-X1-X2 إذن القريب القريب هذا اللي بأقسم عليه عن X3-X0 هذا هو الفرق من الدرجة الثالثة X0-X1-X2-X3 إذن هذا هذا نائسات تقسيم X3-X0 هذا اللي بأسميه FX0-X1-X2-X3 أحصر كل الإكسات الموجودة في الكل فيه 0-1-2-3 إذن حطيناه هنا إذن وهي التالي أستطيع أن أفهمها بسهولة من الجدول التالي إذن بعيد إذن حسبنا المقادير التالي FX1-X0 وقسمنا على X1-X0 FX2-FX1 على X2-X1 FX3-FX2 على X3-X2 FX4-FX3 على X4-X3 وهكذا هذه القسمات تسمى بالفرق المقسومة من الدرجة الأولى ثم نشكل علاقات قلنا وشرحناها FX1-X2 نائس FX0-X1 على X2-X0 وسميها طبعا فيها 0-1-2 إذن بأسميه FX0-X1 هذا النوع من القسمات نسميه بفرق المقسومة من الدرجة الثانية أيضا أحسب الفرق المقسومة من الدرجة الثالثة إلى آخر وهكذا إذا كانت الفرق المقسومة من الدرجة K التالي FXI-XI-Z1 XI-ZK معلومة عندها إذا تكون الفرق المقسومة من الدرجة K زائد 1 تكتب بالشكل التالي FXI-XI-Z1 XI-Z2 XI-ZK نائس FXI-Z1 XI-ZK نائس 1 طبعا القسمة القريب نائس القريب إذن على هذا ويضع الجواب FXI-ZK وهكذا تكون علاقة الفرق المقسومة من الدرجة N FX1-X2 XN FX0-X1 XN نائس 1 تأسيم القريب نائس القريب XN نائس X0 اللي هي FX0-X1-X2 XN للسهولة فإن الفرق المقسومة يمكن أن توضع في أو توضح في الجدول فمثلا من أجل N يساوي 4 يكون جدول الفرق المقسومة للدالة التجريبية المفروضة FX هو التالي أنا شرحته قبل قليل من أجل N يساوي 3 لأن يمكن أن أوضحه من أجل N يساوي إلى 4 من حول هنا في الجدول الأول X0-X1-X2-X3-X4 FX0-X1-FX2-FX3-FX4 الآن الفرق المقسوم من الدرجة الأولى هو هذا نائس FX1-FX0 على X1-X0 FX2-FX1 على X2-X1 FX3-FX2 على X3-X2 FX4 نائس FX3 على X4-X3 فنحصل على fx0x1x1x2 fx2x3 fx3x4 اللي هي الفرق المقسوم من الدرجة الأولى للحصول على الفرق المقسوم من الدرجة الثانية منقول fx1x2-fx0x1 تقسيم x2-x0 fx2x3-fx1x2 تقسيم x3-x1 fx3x4-fx2x3 تقسيم x4-x2 فنحصل على في الحالة الأولى x0x1x2 في الحالة الثانية x1x2x3 في الحالة الثالثة x2x3x4 الآن للحصول على الفرق المقسوم من الدرجة الثانية للحصول على الفرق المقسوم من الدرجة الثالثة منقول fx1x2x3-fx0x1x2 تقسيم x3-x0 fx2x3x4 تقسيم fx1x2x3 تقسيم x4-x1 فنحصل بذلك على الفرق المقسوم من الدرجة الثالثة في هذه الحالة نسميها x0x1x2x3 و fx1x2x3x4 هذول هنا التسميات أيضا للحصول على الفرق هذا الفرق من الدرجة الثالثة للحصول على الفرق المقسوم من الدرجة الرابعة منقول fx1x2x3x4 ماس fx0x1x2x3 تقسيم x4-x0 فنحصل على الفرق المقسوم اللي هو fx0x1x2x3x4 اللي هو الفرق المقسوم من الدرجة الرابعة إذن هذا هو رمزه fx0x1x2x3x4 كما هو موضح مثال كون الفرق المقسوم اللي دالة التجربية المعطى بالجدول التالي من سوي الجدول الجدول هو 0.62x4x4 وهنا ال fx الآن أول خطوة واضحة هذا نائسه هذا نائسه هذا نائسه هذا نائسه هذه نائسه هذا نائسه هذا نائسه هذه هي الفرق المقسوم من الدرجة الأولى للسهولة أنا بعطي هذه الأسماء هذه أسماء fx0x1 X1 هذه F X1 X2 هذه F X2 X3 هذه F X3 X4 هذه F X4 X5 الآن للحصول على الفرق مخصومة من الدرجة الثانية نقول هذا ناقص هذا تقسيم X2 ناقص X0 الآن نحص على هذه هذا ناقص هذا تقسيم X3 ناقص X1 هذه ناقص هذا تقسيم X4 ناقص X2 هذه ناقص هذا تقسيم X5 ناقص X3 فنحصل على هذا الجدول الآن هذا أعطي F اسم فيه X0 X1 X2 هذا الفرق المخصوم من الدرجة الثانية F X1 X2 X3 وهذا F X2 X3 X4 وهذا F X3 X4 X5 الآن للحصول على هذا نقول هذا ناقص هذا تقسيم X3 ناقص X0 هذا ناقص هذا تقسيم X4 ناقص X1 هذا ناقص هذا تقسيم X5 ناقص X0 فنحصل على هذا هذا الآن اسمه F X0 X1 X2 X3 وهذا F X1 X2 X3 X4 وهذا F X3 X4 X5 X3 إذا هذه فاصلة منقوطة الآن منقول هذا ناقص هذا تقسيم X4 X0 هذا ناقص هذا تقسيم X5 X1 ولكن لو شفنا هون 1 ناقص 1 هو 0 1 ناقص 1 0 في البسط 0 تقسيم أي عدد هو 0 الآن هذا الفرق المقسوم من الدرجة الرابعة والفرق المقسوم من الدرجة الخمسة سيكون 0 أيضا وبالتالي استطعنا أن نحصل على جدول الفروق المقسومة هو جدول صعب ولكن يجب أن نحتال عليه حتى نعرف كيفية بناءه بصورة سليمة لأنه إذا بنى الجدول بشكل خاطئ فإن النتائج التي تترتب عليه كل شيء سيكون خاطئ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته